تعالشاء السحرة المستديرة في مصر وفي الوطن العربي بننتظر اليوم مباراة الأهلي والزمالك في قمة 127 على أستاذ القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة العشرة بالدوري المصري وبيأمل سويسري كولر موصلة تفوقه على الزمالك في نفس الوقت جومز مدرب الزمالك بيبحث عن موصلة نتائجه الإيجابية مؤخرا التفاصيل القمة الكروية الأشهر في مصر ما بين القالعة الحمراء والقالعة البيضاء بصحبتنا الأستاذ محمد مهدي النقد الرياضي حتكلمنا عنها وبالتأكيد فيه تفاصيل وفيه كواليس كبيرة جدا في هذه المباراة أهلا بيك يا أستاذ محمد أهلا بحضرك صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدين في المدى أعزين نعرف منك المديرين الفنيين خططهم إزاي في هذه المباراة؟ بس خلينا يعني ناخد فرق بين كولر في الناد الأهلي مستمر لي فترة مع الناد الأهلي حقق عديد من البطولات عنده قوام أساسي ثابت في التشكيل ولكن بيمر بفترة صعبة لأنه عنده اصابات كتيرة جدا في كل الخطوة من بداية من محمد الشناء والحسين الشحات لبيرسيتاو لإمام عشور ومروان عاطية فبالتالي أنه الأهلي عنده 7-8 إصابات هيأثروا على أداء الناد الأهلي الناحية الثانية جومز لسه مدرب جديد مع الناد الزمالك بيمر يعني بمستويات ما نقدرش نقول أن هي يعني 100% لأنه خسر مطشات وتعادل مطشات وكسر مطشات ولكن مع التوريفة مع الصفقات التي عملت في الانتقادات الشتوية الزمالك يسير بخطة سابتة خسر نهاء الكاس في السعودية من كولر 2-0 ورجع الدوري خسر مطش في الدوري ثم في الكونفدرالية قدر يعني يفوز على فيوتشار ويتأهل للدور التالي ماشي كويس في الدوري يكسب الاتحاد بسلاسية نظيفة فبالتالي أنه يعني بدأ يحط يده على بعض النقاط القوى والضعف في نادي الزمالك عكس كولر ليه فترة كبيرة مع النادي الأهلي حافظ كل كبيرة وصغيرة كولر كمان عنده ميزة أنه لعب 4 مطشات مع نادي الزمالك كسب الـ 4 مطشات في الدوري وفي الكاس وفي السوبر فبالتالي أنه القصة بين المدربين لا كولر يعني ماسك نفسه هزيمته النهاردة أو فوزه طبعا هيأثر في جدول الدوري لأن الأهلي في مرتبة متأخرة في جدول الدوري لأنه يعني عنده عدد من المتشات المؤجلة ما قدرش يلعب عشان خطر يعني مشاركته في السوبر الأفريقي ودور السوبر الأفريقي ودور أبطال أفريقيا الزمالك أيضا عنده متشات مؤجلة عشان كان بيلعب فيه الكومفدرالية ولكن مع الغيابات فتقدر الجمهور يدي شوية عذر للكولر في حالة التعادل أو الخسار النهاردة من الزمالك ولكن للطرف الآخر ما فيش أي أعذار عندنادي الزمالك القوام مكتمل كل اللعبة موجودة يعني بيمروا بفترة كويسة جدا بيكسبوا يعني في أفريقيا أو في الدور المحلي فبالتالي أي خسارة لنادي الزمالك النهاردة جمهور نادي الزمالك أعتقد أنه مش هيسكت لعلى عيبة ولا على جمز يعني طب خلينا نتكلم عن غيابات نادي الأهلي إيه الغيابات الموجودة النهاردة لها لعنده طبعا غيابات يعني ناس من فترة محمد شنوي يصيب مع المنتخب وشارك بدل منه مصطفى شبير وظهر بمستوى ممتاز مع النادي الأهلي محليا وأفريقيا والناس متوسمة خير جدا في شبير مصطفى شبير ماشي كويس مع النادي الأهلي وبيحافظ على يعني نظافة شباكه في أفريقيا كمان عمل مرشات كويسة جدا مع النادي الأهلي الكابتن حسام حسام دريفان المنتخب ضم والمعسكر المنتخب في مارس الماضي عندك بعد كده الغيابات عنده غيابات في الدفاع ياسر إبراهيم مش موجود ولكن عنده بديل رامي ربيع عنده غياب مؤثر هو مراوان عطية في نص الملعب إمام عشور في نص الملعب غيابات مؤثرة جدا على النادي الأهلي اتنين من القوام الأساسي وبشاركه بصفة مستمرة ومؤثرين مع النادي الأهلي غياب الاثنين عن ماتش النهاردة هيدي نوع من المشكلة عند كولر في نص الملعب لأنه كمان غياب الأليو ديانج من فترة كبيرة فبالتالي نص الملعب بتاع النادي الأهلي النهاردة بتتكلمي في ثلاث أربع لعيب اللي موجودين عمر السلية وأحمد كوكا وكريم ندفد العائد من الإصابة ومحمد مجد أفشا دول الأربع عناصر في نص الملعب اللي موجودين مع كولر هو بيلعب بتلاتة في نص الملعب فبالتالي خياراته أوليلة جدا في نص الملعب ودي اللي ممكن تعمل المشكلة النهاردة لكولر في نص الملعب خصوصا أنه الناحة التانية الزمالك عنده وفرف في نص الملعب بالماتشات اللي فاته وظهره بشكل ممتاز جدا ومحمد شعاته وعبد الله السعيد وإحمد حمدي ونص المال لكن الزمالك بيعاني من خمس غيابات وخلينا برضو نبقى يعني منصفين مش مؤسرة زي غيابات النادي لها لو شفت غيابات النادي الزمالك شي كبالة لي تعت 4 مرشات ما بيلعبش مع نادي الزمالك فبالتالي ما نقدرش يعني إنه هو غياب مؤسر حتى هو بيشارك ما كانش بيشارك كأساسي كان بيشارك كبديل مصطفى شلبي مش مؤسر أول مع نادي الزمالك والزمالك لعب مطشين بدون مصطفى شلبي المطشين اللي فاته وكسب بدون مصطفى شلبي الزمالك الثالث هو محمد صومي حارس مرمو عنده محمد عواد الحارس الأساسي اللي بيلعب في صبحي كان بديل مش غياب مؤسر عنده محمد قد أشرف روقة في نص الملعب ما كانش بيلعب بشكل أساسي فبالتالي إنه مش غياب يعني غياب مش مؤسر زي غيابات النادي الأهلي لو بكلمت في نادي الأهلي عنده غيابات هي القوام الأساسي الحداشر اللاعب اللي بيلعبه الأساسيين في يوم ستة أو سبع لعبة مش موجودين ولكن طب النحية الزمالك عنده أربع غيابات أو خمس غيابات ما بيلعبوش بشكل أساسي معنادي الزمالك ففيه فرق بين الفرقتين في الغيابات وفي الموجودين طب جومز هيعتمد على مين في الدفاع جومز عنده يعني مثبت التشكيلة لفترة هو بس بيختلف في نص الملعب إنه يعني يعتمد على الطريقة الهجومية أكتر ولا إنه يعني يعمل حذر دفاعي أعتقد النهارده كولر جومز هيعتمد على نفس التشكيل اللاعبي مطش الاتحاد السكندري ومحمد عواد في عرص المرمى عمر جابر والإتنين قلبة في حمزة المسلوسة وحسام عبد المجيد وإحمد فتوح دول الرباعي للدفاعي في نص الملعب عبدالله السعيد دونجة وإحمد حمدي وناصر ماهر جناح شمال وأو وزيزه جناح يمينه وهو هيعتمد على دفاع أو هجوم أكتر في التكنيك التكتيك بتاعه النهارده في اللاعب هو مدرب هجومي فبالتالي أنه حتة الدفاع عنده يعني ما بيهتمش بها بيهتم بالجانب الهجوم أنه يهدف أكتر وبتاع ثم أنه بيهدف بعض أجزاء المباراة إذا كان تقدم بهدف أو اتنين بيبدأ يأمن دفاعاته ينازل حد تاني في نص الملعب ينازل حد تالت في قلب الدفاع ولكن أنه واضح أنه عنده خطة هجومية بيلعب بيها وشبناها لعب بيها المطشل تحاد السكندري وكسب 3-0 فبالتالي النهارده بنسبة كبيرة هيعتمد على نفس الخطة نتكلم على كولر اللي مرتاح أكتر مع النادي الأهلي وفاز مباريات أكتر هل ممكن يغير جوميس تفكيره في المباراة دي؟ بالعكس ده جوميس عايز يكسب لأنه جوميس خسر من كولر 2-0 في نهاية الكاس اللي تلعب في الرياض فبالتالي أنه جوميس خلاص لازم يعني يدي انطباع لجمهور نادي الزمالك لا أننا موجود وبكسب خصوصا أنه المطش النهارده غيابات النادي الأهلي فرصة كبيرة جدا لنادي الزمالك والزمالك إمتى هيكسب النادي الأهلي في ظل أنت عندك 6-7 العامين أسين مش موجودين فلو ما عرفش تكسب النهارده فبالتالي لا المشوار بالنسبة لك صعب جدا الحاجة كمان المؤثرة عند نادي الزمالك نادي الزمالك متأخر في الترتيب خص المطشات كتيرة في الدوري فقط نقاط فبالتالي خسارة الزمالك النهارده هتبعده عن التواجد في المربع الزهبي وقد لا يكون موجود الموسم القادم في أي بطولة قرية سواء دور الأبطال أو الكنفدرالي من إجابتك حاجة أنت قلت إيه الأهلي والزمالك ترطايت الكرة المصرية فعلا الاتنين أكتر جماهرية يعني مين فينا تسألوا أول حاجة أنت أهلاوي أو الزمالكاوي الاتنين لعبوا مع بعض مياه 26 مرة اتعادلوا 50 الأهلي فاز 49 والزمالك فاز تقريبا 27 شايف النهارده الفوز 49 مرة ده بيرجح كفة الأهلي أكتر في الفوز هل الأهلي هيبقى مرتاحة أكتر ثقة أكبر بصي المتشاط القمة فيش عاجة اسمها مرتاحة أكتر وثقة أكتر وكسبنا أكتر فبالتالي نخسر المتش بتاع النهارده مع وجود غيابات بالذات يعني خلينا نكلم هل ده متشاط القمة طول الوقت طول الوقت متشاط القمة فيه غيابات ما فيش غيابات ما ناشع لقى غرب 90 دقيقة واللي بيلعب في المتشاط احنا في كل متشاط القمة اللي فاتت بيبقى فيه لعيبة شباب بتطلع بتظهر بشكل كبير جدا وبتبقى هي نجمة المبرة أحانا كبيرة بيبقى النادي الزمالي كفائق ومليان نجوم وبيخسر بنتيجة كبيرة من النادي الأهلي وفي المقابلة أحانا بيبقى النادي الأهلي يعني كامل للعدد ويخسر من النادي الزمالي يعني فبالتالي أنه حتة غيابات أو مش غيابات ده طبيعي كلام بنتكلم فيه فنيا ولكن كمتشاط قمة فيش عاجة اسمها غيابات أو مش غيابات حسنا في النهاية اللي هيلعب النهاردة سواء في الأهلي أو في الزمالي هو اسمه بيلعب في النادي الأهلي فبالتالي أنه سواء أساسي أو بديل هو بيلعب في النادي الأهلي بيلبس تشيرت النادي الأهلي إذا كان حتى ما بيلعبش أساسي مع النادي موجود على دكة البودة الموديل الفني بيستخدمه في أي جزء من المباراة فلازم يبقى على قدر المسئولية ويبقى على قدر التشيرت بتاع النادي الأهلي أو نادي الزمالي حتة الأرقام النادي الأهلي متفوق طبعا على النادي الزمالي في الانتصارات النادي الزمالي عنده حتة نفسيا شوية من النادي الأهلي ولعبت الزمالي ولها كلمة في القصة أنه نفسيا لعبت نادي الزمالي بتتخضف مطشاط النادي الأهلي فبالتالي ما بتحققش نتائج كويسة غالبيت المطشاط بتخلص للنادي الأهلي خلينا نشوف القصة دي على أرض المباراة حتى لو شفت نهاية الكاس كان نادي الزمالك مسيطر بالطول العرض على المباراة والنادي الأهل قدر يخطف الهدفين والكاس فبالتالي النفسية دي موجودة في كرة القدم يعني احنا مش بنقول حاجة ضد نادي الزمالك لأ دي حاجة معروفة أنه تبقى نفسيا نازل الفريق اللي أنا قدامي ده هل أنا نفسيا أن أقدر أكسبه ولا لأ فده ده اللي بيفرق جوز كبير جدا من المباراة بتكسب أنك أنت فايق نفسيا وبدنيا وجاهز ولا لأ على الفريق المنافس يعني طيب احنا في كل مباراة بيبقى فيه لاعب كده سواء في الأهل أو في الزمالك مفجأة بتتوقع مين المرة دي هيبقى مفجأة سواء في نادي الأهل أو في نادي الزمالك ما نقدرش النهاردة نحكم على بالضبط مين في الأهل ومين في الزمالك هي نتيجة المباراة نتيجة المباراة هي اللي بتحكم ده في القصة النادي الأهل ممكن كوكا النهاردة ممكن يظهر بمستوى كويس جدا ولكن في الزمالك عنده طرح صفقات يعني بلعبه في النادي الأهل قبل كده عبد الله السعيد ناصر ماهر أحمد حمدي ممكن النهاردة يردوا الاعتبار عايزين يقول الجمهور الزمالك أننا يعني موجودين فبالتالي دول اللي ممكن النهاردة يبقوا هم القصة بتاعت المباراة مصطفى شبير إذا قدر أنه يدافع يعني كويس جدا عن مرمى هيفرق كتير جدا مع النادي الأهل وفي المقابل طبعا محمد عوات حارس مرمى نادي الزمالك لوفاء هيفرق كتير مع نادي الزمالك يعني حارك شايف أن التشكيل ممكن يبقى مختلف في هذه المباراة مش مختلف في التشكيل هو قضي لا يعني بالنسبة للمباراة التانية عن الأهل والزمالك لا الزمالك تشكيل هو ثابت من المباراة اللي فاتت هو هو نفس التشكيل التغيير بسيط جدا إذا المدرب قبل المباراة شايف أنه يدافع أكتر في نص الملعب فبالتالي أنه يبقى عنده محمد شحاتة دفاعيا أكتر من عبد الله السعيد أو أنه يعتمد بنفس التشكيل اللي عبيه موضوع الاتحاد السكندري النادي الآن يبقى فيه تغييرات لأنه عنده إصابات فبالتالي أنه لازم يعمل تبديلات وتعديلات في تشكيلته لأنه ده المتاح بالنسبة له طب لو أنت يعني أنت من قراءتك كده للمشهد يعني أنت تبقى قدرة يعني ومش بقول لك كم كم أنا بقولك توقعاتك للمباراة من اللي ممكن يفوز النهار ده أو تعالي لأ هو يعني على الورق أنه لا نادي الزمالك فرصه أكبر في الفوز على النادي الأهلي ولكن يعني لا تأمني يعني مقر النادي الأهلي في الملع فبالتالي أنه حاسس أنه ممكن النادي الأهلي يبقى عنده مفاجآت النهار ده حاسس آه آه إيه طب إيه لأنه حصل كتير قبل كده أنه نادي الزمالك بيبقى يعني مكتمل التشكيل زي ما بيقوله أو القوام وجاهز جدا وأنه فجأة أنه نادي الأهلي كسب المباراة فبالتالي لعبة النادي الأهلي بتعرف تلعب المتشط ده عكس لعبة نادي الزمالك هل ممكن نلاقي كولور بيدافع النهار ده لا ما أعتقدش أنه بيدافع هو الرجل بيعتار طريقته واضحة وبعدين ماشي كويس في الدوري وماشي كويس في أفريقيا فبالتالي أنه معندوش لأنه فالنهاية جمهور النادي الأهلي هو عايز يكسب فبالتالي أنه ما يقدرش يدافع لأنه مطش مهم بالنسباله ممكن يدافع على فترات في المباراة ولكن طريقته ما تعتمدش على الدفاع لأنه في النهاية هو النادي الأهلي يعني رقم واحد في مصر ورقم واحد في أفريقيا فما تقدرش يقول أنه ينزل إدافة يعني فبالتالي الأهل الأزم يلعب بيلعب الكرة اللي بيلعبها الهجومية وعلى حسب سر المباراة يعني فترة طويلة من بعد رمضان ثم العيد أعتقد الفترة دي هل ممكن تؤثر على أداء اللاعبين؟ لا طبعا لأنه هم لعبوا كثير في رمضان وكان فيه مصر تاني يوم العيد بيلعبوا الأهل اللعب مع زده وكسب واحد صفر والزمالك اللعب مع التحس كان داري وكسب ثلاثة صفر وقبلها لناد الأهل كان بيلعب في أفريقيا وتأهل هيلعب مزينبي في النصف النهائي والزمالك كان بيلعب في ووتشر وتأهل هيلعب دريمز الغاني في نصف النهائي الكنفدرالية فبالتالي أنه اللعب طول الوقت موجودين وكان قبلها شهر ثلاثة فيه معسكر مع المنتخب فبالتالي أنه لا اللعب لم تتوقف سواء أنت معسكر منتخب طلعتهم المعسكر بتلعب مرشاة أفريقيا خلاص مطشاة أفريقا بتلعب مطشاة الدوري فهنا فيش توقف تقدر تقول أنه هيؤثر على أداء اللاعبين طب عايزك تكلمني على المطشاة الأخيرة للأهلي لو هوري تكلم عن الأهلي وزد مثلا شفت المباراة زي الناد الأهلي كان عنده مشكلة في المطشاة اللي فاتوا في الدوري التعادل مع اي اتنين اتنين ثم الفوز بصعوبة على زد واحد سفر فبالتالي أنه الإرهاق عند لعبة الناد الأهلي من يعني كسرة المباريات الغيابات عند الناد الأهلي بتؤثر بشكل طبيعي على أداء اللاعبين وبتؤثر على نتائج الفريق خصوصا أنه كمان كولر بيعمل تغيرات كتير جدا وروتيشن كتير في الملعب فبالتالي أنه برضو اللعيبة لسه يعني مش فايع زي ما بيقولوا 100% يعني وبتيجي فترات على اللعيبين بيبقى في يعني ضرب في الملعب لعب مش جاهز فنيا وبدنيا بالشكل الكافي هو ده اللي بيأثر عليه فبالتالي مطش النهاردة هيفرق كتير جدا مع لعبت الناد الأهلي ومع جمهور الناد الأهلي هل هيستمر في أداءه المتواضع الفترة اللي فاتت ولا الناد الأهلي هيفوق النهاردة على نادي الزمالك خصوصا أنه عنده السبت القادم عنده مباراة مهمة جدا مع مازينبي في نصف النهائي دور الأبطال يعني أرجع معك بقى يعني مباراة الأهلي وزاد مرة تانية شفنا يمكن مادست كان مفاجأة هل كولر ممكن يفاجئنا بلعبين أو حتى مادست مرة تانية في المباراة النهاردة؟ النهاردة كولر عنده حلول كتيرة جدا المرشات اللي فاتت وسامو بعلي المهاجم الفلسطيني كان مصاب كهربا كان بعيد شوية فبالتالي كان يعتمد على مدست في خط الهجوم ما كانش عنده رفاهية أنه هو يختار النهاردة عنده ثلاث مهاجمين عنده كهربا وعنده مدست وعنده وسامو بعلي هم تلاتة جهزين وهم تلاتة موجودين في القيمة فبالتالي عنده حلول كتيرة أنه يقدر يختار مين فيهم اللي هيبدأ بيه طبعا أنت رأيك ممكن يختار مين بص أنا شايف أنه وسام طبعا هو أفضل أفضل التلاتة هو اللي جاب جون الفوز الأهلي على زد المباراة اللي فاتت مهاجم كبير جايب برقم كبير جدا فبالتالي أنه لازم ياخد فرصة طبعا من مودست كان إيه؟ بأسست من مودست أيها الجون بتاع زد اللي جابه بزد فبالتالي أنه فرصته أعلى لأنه مودست لعب كذا فيه انتقادات كتيرة من الجمهور على سنه وعلى بطءه في الملعب وعلى آخره كرابة خد فرص كتيرة جدا وللأمانة تقلقوا بيجيب أهداف بشكل كبير جدا ولكن فرصة أنك أنت النهاردة تستغل وسام أبو علي رجع من إصابة أول ماتش قيمة لي بالنسبة له وبالتالي عايز يزبط نفسه مع النادي الأهلي ويزبط نفسه الجمهور النادي الأهلي وبيخش يعني أي لعب عايز يخش يعني قلوب الجماهير زي ما بيقوله وبيجيب جنب في الدربي سواء اللاعب في الأهلي أو سواء اللاعب في الزمالك فبالتالي الخيار الأفضل النهاردة هو وثام أبو علي إذا كولر حاب بيلعب بثنين مهاجمين فأعتقد هيب مودست وثام أبو علي وابعنده كهربة كإحتياط استراتيجي في الدكا ينزل في أي وقت يعني وبناء عليه لو وخصنا يعني مجرات الحوار التشكيل كل لاعب تشكيل كل فريق الغيابات ممكن تؤثر إزاي خط سير المباراة يعني توقعات سريعة كتير محمد هاني ظاهر أيمن التلاتة الدفاعي التانين محمد عبد المنع مرام ربيعة وعلي معلول جاهز كان مصابه ورجعا لتدريبات النادي الأهلي نص الملعب هو اللي هيبقى فيه يعني شوية من الافتكاسات عنده كل الانه ما عندوش يعني فاكوكا وعمر الصلية وكريم ندفد أو محمد مجد أفشا دول تلاتة نص الملعب وعندك تلاتة القدام يعني طهر محمد طهر ورضا سليم ووسام أبو علي ده بنسبة كبيرة تشكيل النادي الأهلي النهاردة تشكيل الزمالكة احنا قلناها عواد عمر جابر حمزة المسلوسي وسام عبد المجيد أحمد فتوح دونجة عبدالله السعيد أحمد حمدي ناصر ماهر زيزو وي سامسون دول تشكيلة الفريقين التوقعات ما تقدرش في مطشيات القامة بالزبط تحكمها من يكسب ومن لأ ولكن نتمنى ان احنا نشوف مطشي كبير جدا يليق بقطبية الكرة المصرية نتمنى ان احنا نشوف يعني طرق لعب كبيرة وأداء كبير من اللاعبين يبزلوا أقصى جهد عندهم يفرحوا جمهورهم سواء الأهلي أو النادي الزمالك تقدر تقول مين يكسب ومين ما يكسبش في خلال المباراة ممكن الزمالك مكتمل العدد ولكن ممكن ما يبقاشش جاهز نفسيا وفنيا داخل المستطيل الأخضر النادي الأهلي ممكن يعني نصف الملعب بتاعه مع الإصابات ما يقدرش يسيطر على نصف الملعب فبالتالي يضي الأفضلية لنادي الزمالك فبالتالي مع المباراة يقدر تقول مين يكسب مين لأ لكن قبل كده محدش يقدر يتوقع مباراة القمة مين يكسبه مين لأ نتمنى كل التوفيق لقطباي الكورة المصرية الأهلي والزمالك وأكيد أنتبع المباراة وهنحللها مع حضرتك بعد كده بنشكرك طبعا محمد مهدي الناقد الرياضي على وجودك معنا شكرا جزيلا نورتنا